السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزاء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع المجموعات ومكوناتها والعلاقة بينها إذن دعونا نبدأ ونستحضر معاً استحضر أولاً لنتأمل الصور جيداً كما نلاحظ لدينا مجموعة مختلفة من بعض الصور سمكة، خروف، عصفور، كرسي، كلب، أرنب، ولد وقط ثانياً بعد التعرف على جميع الصور أحدد مجموعة الحيوانات وأرمز إليها إذن المطلوب هنا كما نرى هو أن نقوم بوضع مجموعة الحيوانات على حدة هكذا سنحيطها بخط مغلق وسنرمز لها بحرف حاء دلالة على كلمة حيوانات ثالثاً أحدد مجموعة الحيوانات التي لها أربع قوائم وأرمز إليها بعد تحديد مجموعة الحيوانات والتعرف عليها سنقوم بفصل الحيوانات ذات الأربع قوائم بخط مغلق كما ترون هنا وسنرمز لها بعدد أربعة دلالة على عدد قوائمها أتدرب أولاً أصنف الحيوانات حسب خاصية أختارها لدينا مجموعة أخرى من الحيوانات سنصنفها إلى مجموعتين جزئيتين حسب خاصية عدد القوائم ونضع لها عصيتان رمزاً للمجموعة الأولى وأربع للثانية طبعاً هذا الرمز اخترناه حسب عدد القوائم والآن نعد عدد عناصر كل مجموعة ونكتبه لنتحصل على أربعة عناصر في مجموعة وثلاثة عناصر في الأخرى أوظف أولاً أتأمل الرسم نتأمل العناصر مع بعض ثانياً أكتب عدد عناصر كل مجموعة هنا لدينا مجموعتين المجموعة الأولى متكونة من فراشات عددها إثنان نكتبه هكذا ومجموعة الطيور سبعة ثالثاً أكون اتحاد المجموعتين بعد أن قمنا بعدها نقوم بعمل اتحاد لكلة المجموعتين بإصالهما بخط مغلق رابعاً أضع العلامة X في الخانة المناسبة والآن كما نشاهد لدينا هذا الجدول المطلوب منا هو أن نضع العلامة X في الخانة المناسبة وذلك من خلال معرفة إلى أي مجموعة ينتمي كل حيوان البطة البطة تنتمي إلى مجموعة الطيور طاء واتحاد المجموعتين طاء وفاء الفراشة الفراشة تنتمي إلى مجموعة الفراشات فاء واتحاد المجموعتين طاء وفاء النملة لا تنتمي النملة إلى أي مجموعة الدجاجة تنتمي الدجاجة إلى مجموعة الطيور طاء واتحاد المجموعتين طاء وفاء أتأمل ما يلي ثم أتم تمثيل المجموعات وأكتب عدد كل منها لنتأمل في معطيات هذا الجدول جيدا ونتم المطلوب بتمثيل كل مجموعة جزئية ونكتب عددها لنتحصل على مجموعة الأشكال الحمراء المتكونة من الدوائر والمربعات الحمراء ومجموعة الأشكال الخضراء المتكونة من المستطيلات والمثلثات الخضراء على هذا النحو أقيم دعونا الآن نقوم بتقييم قدراتنا أولاً أتأمل الوضعية وأكمل بما يناسب لدينا ثلاثة مجموعات مختلفة من الأشكال الهندسية في كل مجموعة يوجد نقص يتوجب علينا التعرف عليه وإكماله نبدأ بالتعرف على مكون ومعطيات المجموعة الأولى المطلوب إكمال المجموعة لنتحصل على ستة مثلثات لدينا مثلث فقط إذن ينقصنا خمسة مثلثات هيا لنعد معاً حتى نكون المجموعة ونقوم بالمطلوب المجموعة الثانية متكونة من دوائر لكن لا نعلم عددها لنقوم بعدها معاً أما المجموعة الثالثة كما نرى عددها أربعة ويتوجب علينا استكمال عدد المستطيلات الناقصة لتكوينها واحد اثنان ثلاثة وأربعة ثانياً أكون اتحاد مجموعات الأشكال الهندسية من ثم نكون اتحاد مجموعات الأشكال الهندسية الثلاثة بخط مغلق هكذا نكون قد استوفينا درس اليوم وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر